السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسما دي هادنا ان شاء الله نقدمه حل الحلقة ديال كم يزداد وزن الارنب في الشهر يعني الناس اللي ديرين الارنب بلاشك انهم معارفين ان الارنب كين قسموا القسمين يعني كين قسم الامهات والذكور البالغين و كين القسم ديال الصغار اللي خصهم يتسمنوا كين بعد الفصرة بعد الفيطام كي تكون فصرة حارجة يعني المربي خصو يكون واعي انهم ما يعطيهمش بززاف ديال الاكل خصو يعطيهم يعني واحد الميزان يعني ما يكتر لهمش و خصو ما ياكلوش استيكاني استيكاني مجهد عليهم في الفصرة ديال ما بعد الفيطام لكن شحال موحد غادي تساءل يعني شحال الوزن ديال الارنب اللي كيتزاد كل شهر يعني انا درت واحد تجريبة و بيتنا نشاركها معكم وهي يعني انا حسب تبت سيمانة يعني كل اسبوع شحال يعني الامشينا تعطينا الاكل متوازن الارنب و راكم عارفين يعني بلاشك ان المربين كلهم عارفين ان الارنب الصغيرة كيتصابوا بانتفاخات ان المشينا تعطيناهم يعني الاكل بالزيادة اما من كيفوتوا في العمر ديال شهرين ونص ممكن اننا نبقى ننتجوا التسمين يعني شحال موحد كي يبغي يبيع يعني الناس اللي كيكونوا ادكية في التربية وهو انهم ميفوتوش تلت شهر خاص ضروري يديروا ليبرا ديال كينيبخافاك ديال تسموم الدموي هاد ليبرا تهيى يعني اخرى انها رخيصة في التامن يعني كتدير تسعد لهم ولكن اه كان يعني في بعض البلدان اللي هالليبرا هدي ما كتبعش بالديطاي كيبيعوها ب يعني ب اذا كما قلت لكم هاد ليبرا يعني الفارماسيين اللي ما كيبيعوهاش بالديطاي وكي يضطر للمربي انه يشري كيمية كبيرة يعني اللي كتصلح للعشر ارانيب وهاد الكيمية لمشا تستخدماتش اه يكضيه بالحقيق قضيه كيلك يدير فتلاجة ولكن يكضيه يعني اه يعني المربي الداكي وهو انه يبيع قبل 3 شهر يعني ما يخلي لا بغي يخليش حاجة ليه انه يستعمل هذيك الطريقة ديال انه يخلي الإناث ويدقلهم ليبرا والذكور يخلي اللي حايوي منهم يلا كان خاصه يذكر مما يلا كان عنده الذكور سفي ممكن انه يسمن ويبيع دبا السؤال المتروح هو هو شحال كيتزاد الارنب في يعني في الكيلويات لان كين بعض المربين اللي حقا لاني دير واحد الحلقة على حسب الناس اللي بغاوا يشريو اناني بمنسوق ويعودوا فيهم يعني البيع يعني اه اللي لمشو تعطاهم الكمية ديال الاكل اللي موصبها يعني شحال غادي يتزاد ديال الوزن في الحقيقة اناني جربت يعني اه كمية ديال السيكاليم والخبز يعني اللي اللي عادية يعني ما مهم شي غادي تعطي الارنب ديالك بزاف انه بفوق شهرين ونصف في ذاكرا مرحلة ديال تسمين يعني ممكن انك تبقى تعطيهم كميات كأنهم باليعين منين بديت كان نبحث يعني كان قلب الميزان يعني عندي واحد الميزان يعني كان نعبر به المهم لقيت ان الارانب كيتزادوا في الشهر كيلو يعني من شهرتها بديتي معهم من عمر شهرين ففي الشهر الاول كيكون فيه كيلو مثلا كيلو قل شي حاجة ممكن تلقى فيه 900 قرام 950 قرام ولكن في الشهر التاني كنوا متأكدين انه كتولي فيه كيلو وتسعمية تا الكيلو وتسعمية وخمسين هاد الميزان هاد هاد الميزان هاد هو المطلوب عند يعني القزار لان القزار مكيبغيش واحد الارانب اللي يكونوا صغار بززاف ومكيبغيش الكبار بززاف يعني الكبار بززاف كيكون يعني ممكن انهم يكونوا كيقول لاربهم يكونوا يعني دافعات وغدي يولي هو ضايا لان هادك الاحشاء الارانب رأي كترما اما بالنسبة للدكور الدكار ما يمكنش تبيعه بالكيلو لانه الدكار كيكون غالي كيكون تا يوصلتين لسة شهر سبعة شهر ويمكنش غدي تبيعه بالكيلو اما هاد العمور هادا يعني دير شهرين تصبروا عليهم يعني الشهر التالت قبل ما يوصل عليهم الشهر التالت كيكون فيهم ميزان مزيان جوج كيلو جوج كيلو نص مزيان هادا هو الوزن المثالي ديال البيع بحال هادون راني ان شاء الله راني دير باش نبيعهم رأي صافي دابا وصلوا للسين ديالهم انهم غدي هدي تباعوا عندما هادا جوج حباس راني وزلتهم عندهم دابا العمور ديالهم في شهرين ونصف ماشي بززاف شهرين وعشريا بالضبط شهرين وعشريا فيهم حاليا فيهم جوج كيلو جوج كيلو راعم زيانة صافي جوج كيلو قل خمسين كرام هذا جوج كيلو قل خمسين كرام هادا في الحقيقة كيلو وتسعمية هادا كيلو في كيلو وتسعمية صافي هادا هو مهم في الحقيقة الملخص ديال هادا الحلقة وهو الإجابة عن السؤال المطروح وهو شحال كيتزاد الأرنب من في الميزان على طول يعني العمر دياله كل الإجابة وهي كل ما تزادش في الشهر يعني نقوله شهر كيبقى يتزاد في الكيلو يات هادا هو لا 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 يعني الإجابة وهو بالضبط كيتزاد كيلو في الشهر كيتزاد كيلو يعني في السمانة في الأسبوع كيتزاد مئتين وخمسين كرام في 15 يوم كيتزاد 500 كرام في الشهر كيتزاد كيلو هادية الإجابة يعني ضربوا حسابكم الناس اللي بغوا يعني يديروا هاتجريبة أنا راني درتا قبل منكم حاولوا أنكم تفهموا اسموه هو الميزان ديال الأرنب لأنكين الناس اللي كيبيعوا الأرنب بغيها كاك ما كيف يفهمو اسموه هو الميزان لأن الميزان وهو المصاريف اللي صرفت عليه مثلا هاد السيكاليم هادة اللي راني حاط لهنا را كل يعني كيلو خصو يخرج لي هادا يعني باش ما مبقاش نصرفه هنا ما فهمش كيفاش قد نتعامل مع ذوك الأرنب خصص الأرنب كي ننبيعو ننفهم أنني راني بيعو الوحر الغراض اسموه هو وهو الميزان يعني ش حال صرفت عليه وش حال خرج لي إذا ندول السؤال ديال هاد النهار كنظر أن فكرارها مهمة حاولوا أنكم تتعودوا الفيديو وتفهموا هذه المعلومات اللي هادت عليهم لأنهما حقا هما سر التربية ديال الأرنب لأنه خص المربي يفهم كيفاش يتعامل بذكاء مع الميزان ومع الكيلو كيفاش يربي كيفاش تحل ديال الميزان اللي نعطيهم فوقاش غادي بيع اسموه غادي بيع وش غادي بيع النتوات ولي بيع الدكورة المهم حاولوا أنكم تعودوا الفيديو على الفيديو مهم إن شاء الله كنظن أنني إني لبيت الرغبات ديال بزاف ديال الأسئلة اللي كالجيني في الكومنتر كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الحلقة ديالنا راش سالات تكيووا على زر جيم مش تسندونا تكيووا على زر جيم وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا شكرا